أفاد مصدر عليم أن مستشار الأمن القومي الأمريكي طلب بشكل شخصي لقاء الملك سلمان بعد إتمام الديباجة بخصوص الاتفاق الثلاثي لكن إسرائيل لا تزال مصرة على موقفها فيما الملك سلمان تحفظ على اللقاء أيضا ورغم أن الاتفاق أتم في كل بنوده وعيدت صياغته للمرة الثالثة والنهائية فإن أمر المصار الموثوق به للوصول إلى الدولة الفلسطينية لا يزال عالقا إلى حدود هذه اللحظة ولا يزال أيضا اللقاء مع الملك سلمان عالقا بدوره في اتجاه آخر فإن الملك سلمان رفض الاستشفاء خارج المملكة العربية السعودية ولأول مرة ينشر الديوان الملكي الفحوصات الروتينية للملك سلمان وحضوره بعد ذلك لمجلس حكومي لرئاسته من أجل التأكيد أن الحالة الصحية للملك سلمان جيدة فمنذ أيار الفين واثين وعشرين كان منظارا لقلون بعدها كان قد استبدل وغير بطارية ضربات القلب في حدود أيار الفين واثين وعشرين ومنذ الفين وعشرين كانت إزالة المرارة وكل هذا الملف الطبي الذي يتابع الإسرائيليون ويعتبرونه ضمن أمنهم القومي فإن كل التفاصيل التي يتابعها الآن الإسرائيليون بخصوص صحة الملك سلمان تدفع إلى مواكبة دقيقة لكل هذه التطورات وهذا الذي نلاحظه في الآي 24 إزرائيل 24 وغيرها من جميع القنوات العبرية على وجه التحديد لأن صحة الملك سلمان من أهم الموضوعات التي يتابعها الإسرائيليون بكثافة غير مسبوقة خصوصا وأن جانس عبر بالحرف بأن الملك سلمان يدافع عن الدولة الفلسطينية كحال الدولة السعودية كما صرح قبل ساعتين